اليوم البرنامال العراقية قرى موازنة أو جداول موازنة عشرين أربعة وعشرين كيف كانت جلسة اليوم من صوت على الموازنة ومن كان معترضا حتى اللحظة ولم يصوت كيف جرت هذه الجلسة ابتداء شخصنا قيام اللجنة المالية بالاجتماع في مكان خارج مجلس النواب هذا أمر غريب جدا أنه اللجنة المالية تعوف مجلس النواب وتعوف مقرها وتجتمع في مكان لا أحد يعلم أين مكان مجهول مكان سري ببيت أو بقاعة أو في دار ضيافة لا أحد يعلم في حين أن النظام الداخلي أشار إلى أن مجلس النواب تكون من لجال ومن ضمها اللجنة المالية بها قاعة سبيرة بإمكان أي عضو يحضر في اجتماعات اللجنة ولكن لا يتداخل ولكن يقدم أوراقه يتابع إلى آخره هذا الموضوع فيه كتمان وسرية وعكس العلنية والوضوح اللي هي الموازنة من حق الشعب العراقين يطلع على الموازنة من حق الصحافة والإعلام من حق اللواب الموثلين الشعبين يطلعوا على الموازنة على تفاصيل الموازنة على استضافة وزير المالية ووزير التقطيط كان الأمر يحدث بسرية تامة من قبل اللجنة المالية ونعتبره هذا خرق كبير أنه اللجنة المالية تترك مجلس النواب وتجتمع في مكان مجهول هذا خطر جداً مؤشر خطير جداً ويؤسس إلى موضوع غير صحيح الذي صدر من اللجنة المالية ومن حق النائب أن يطلع على تقرير اللجنة المالية المفروض يصل قبل عشر تيام أو قبل عشرين يوم لحد الآن يعني أثناء انعقاد الجلسة تم توزيعه أثناء انعقاد جلسة نواب وهي موازنة ميتين ودعش تريليون أثناء انعقاد الجلسة اجاكم تقرير اللجنة المالية أثناء انعقاد الجلسة تم توزيع التقرير زين جداول الموازنة نعم أثناء انعقاد الجلسة تم توزيع هذا جداول الموازنة عند تقاريه جداول الموازنة واصلتكم جداول واصل لا جداول احنا طبعا كنا ابعدة بريد خاص فاتح الوزارات يجي البريد يخلوه كل بريد برقم مثلا نعدي رقم البريد مالتي رقم 309 أجي بين يوم يوم أخذ البريد أتابع البريد كل يوم يجيني بريد للصندوق بريد خاص بي وساد الأعضاء كلهم فالمفروض هذا الجداو الإرادات توصل لنا البريدنا طبعا إحنا ما حصلنا ما تم إرسالنا اللجنة المالية لم ترسل لنا جداو الإرادات وجداو الموازنة لا كل الأعضاء لا كل الأعضاء ما وصلهم تقول كل النواب باستثناء أعضاء اللجنة المالية أعطهم جداو الموازنة كلهم ما أعطهم واليوم صارت جلسة زين دولا من صوته صوته بناء على ماذا حتى نثبت هذه الواقعة زين هو ما عد تقليل لجنة المالية ولا عد جداو للموازنة قارئة وإجل البرلمان قال موافق صوت على ماذا إذا ما قارئ يعني السادة يعني أسئلة تطرح للسادة النواب تطرح للسادة النواب لكن أنا وضحت رأيي أما أنا أحكي لك وقاع للتاريخ أنه هذا التقرير الموازنة وصلنا أثناء أثناء العقادة الجلسة موازنة 211 تريليون اللجنة المالية ترسل هذا التقرير مفروض هذا التقرير يوصل للناب قبل 10 يام قبل 15 يوم يطلع عليه لأنه موضوع يتعلق بمصالح الشعب العراقي هذا اللي حصل ونحن ثبتنا كل ملاحظاتنا ورفضنا للإجراءات المتخذة في إطار تصحيح المسار والاعتراض على المخالفات التي حدثت نعم أعتقدون أن لكم حقا ضاع وهذا سموها مخالفة وين تسحى هذه المخالفة أو يفترض أن تسحها يوم غد يوم غد عندنا اجتماع لمجموعة من السادة النواب اللي ما دخلوا للجلسة واللي آن واحد منهم واللي اعترضنا على التصرفات يوم غد مثلا عندنا اجتماع نتداول هذه المواضيع يعني تقريبا 12 و 13 واحد